الطفل الأخضر هو اسم المبادرة الجديدة اللي عملتها جمعية عين البيئة التعاونية وبيتم ده من خلال المبادرة دي تأهيل الأطفال وتعليمهم عن البيئة وكمان التغيرات المناخية وكمان كيفية الاستفادة من القمامة والمخلفات وتحولها لطاقة ممكن ان احنا نستفيد منها تعالوا نعرف أكتر عن تفاصيل هذه المبادرة منضفنا لمنورنا في الستوديو الأستاذ أحمد معاود مؤسس المبادرة صباح الورد يا أستاذ أحمد وكل سنة حركة طيب صباح الورد يا أستاذ أحمد ومنورنا وكل سنة و geopolit طيب والطفل الأخضر, ايه بقى حكاية الطفل الأخضر؟ كلمنا أكتر عن المبادرة, الفكرة جاتت ازاي وانت؟ طيب يعني هو الطفل الأخضر أما أقول طفل أخضر عشان بس نوضح المفهوم أما أقول لون الأخضر فاللون الأخضر هو بيتضمن عوامل كتيرة جدا عشان ياخد صفة الأخضر يتضمن الطاقة المتجددة يتضمن تدور المخلفات تموكود الحيوي مكافحة التلوث البيئي عوابل كتيرة جدا بتبقى في مضمونها اللون الأخضر فما أقول طفل أخضر يبقى أنا دلوقتي الطفل ده هو مثقف أو أنه هو يتضمن العلوم كل الأنشطة اللي أنا بتكلم فيها المبادرة مش وليدة الصدفة المبادرة هي مرحلة من مراحل مشوار عين البيئة المشوار بدأ أن مجموعة شباب حبوا أنه هم يكافحوا ظاهرة التغيرات المناخية اللي بتعاني منها مصر والعالم كله أصبح اتجاه العالم كله دوقتي في موضوع التغيرات المناخية ولسه شايفين من أيام قليلة كمة باريس للتغيرات المناخية فالقضية قضية عالمية في الوقت الحالي فإحنا كمجموعة شباب بدأنا نفكر أنه إزاي نواجه الموضوع ده على الأرض الواقع كنا بنشوف أن موضوع التغيرات المناخية أو التوعية البيئية عموما بترتكز أو هي مركزة في الوقت الحالي على دورات ندوات اجتماعات فإحنا حبينا لغير الاستراتيجية ننزل على الأرض الواقع لأن طبعا لا بالندوات ولا بالاجتماعات بتتحل المشاكل بدأنا فعلا ننزل على أرض الواقع نشوف إيه الأزمات أو إيه المشاكل الموجودة إزاي نقدر نحلها قدرنا أنه نوصل لأنه أهم حاجة طبعا تدور المخلفات المنتشرة في الشوارع كلها قدرنا أنه نعمل من المخلفات العضوية البيوجاز غاز المثال اللي بنولد منه طاقة حرية و بنولد منه طاقة عربية درنا نعمل من المخلفات العضوية السماد العضوي اللي بيستخدم بعد كده في الزراعة بقى لكوا قد إيه بقى في النشاطات دي إحنا كعين بيه عموما إحنا بقانا أربع سنين شغالين على الأرض وبعد كده إحنا جمعنا بقى كل المتخصصين أو كل المهتمين بالأنشطة البيئية واللي في الآخر بتهدف لمكافحة ظاهرة تغيرات المناخية كان التحدي إن احنا نجمع بقى كل الأنشطة دي في مكان واحد عشان نقدر من خلاله نقدم خدمة بقية متكاملة طيب أفتاز أحمد أنا عايز أعرف دراسة حضرتك إيه ومجال عمل حضرتك إيه في البداية لا أنا دراستي تجارة آه يعني بعيد تماما عن يعني مش زراعة مش حاجة لا 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 هو الموضوع جمعنا يعني إحنا البزرة الأولى لعين البيئة وفكرة عين البيئة كانت من خلال التقات اللي انفجرت في 25 يناير وإحنا مكامين لحدرواتي كانت هي مجرد دافع وطني إن احنا عايزين ننظف يعني حالك بتشتغل في مجال تاني غير دعم التطوعي البيئة البيئة لا هي البيئة خلاص بالنسبة لي أصبحت رسالة رسالة آه أصبحت رسالة وشغل حضرتك الأساسي بعد ما تعمقت في الموضوع أنا شغل تجارة تغذية في سلاسل السوبر ماركت ولكن بعد ما تعمقت في دراسة مشكلة البيئة لا هي أصبحت بالنسبة لي هي رسالتي في الحياة هل الدفع الأساسي كانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مخاطر وتأثير المناخ بصفة عامة؟ لا يعني خلينا نقول إن احنا بدئين من بعد 25 يناير وقلنا إن الدفع كان دفع وطني يعني من قبل من 2014 من قبل 25 يناير كان إحنا استصمرنا الطاقة اللي انفجرت بدأنا إن إحنا استصمرها في التنمية كان كل همنا إن إحنا ننظف الشغال نشجر ولكن لما استوعبنا الموضوع أكبر يعني بعد ما المخلفات دي إحنا نجمعها من الشوارع أطراف فين وإيه مصيرها كانت هي دي نقطة البداية بتاعتنا إن إحنا اكتشفنا إن المخلفات بيتم حرقها أو بيتم دفنها ولكن في الحالة دات لقينا إن إحنا بنهضر موارد إحنا نقدر نستفيد منها مرة أخرى كان هي دي البداية اللي إحنا بدأنا نشتغل عليها ومن ساعتها وإحنا شغالين على كيفية إيجادة حلول بديلة لموضوع التخلص الآمن للمخلفات ضفنا على كده بقى موضوع الطاقة المتجددة زراعة عبدالنطربة الوقود الحيوي لحد ما أصبحنا إن إحنا عندنا خدمة بيئية متكاملة زي ما بنقول ودلوقتي إحنا عندنا المجمع اللي بنقول عليه المجمع البيئي اللي يضم كل الأنشطة البيئية اللي بنتكلم فيها اللي هي في الآخر بتهدف لمكافحة أو تحدي لزراعة التغيرات المناخية كتدوير المخلفات، الزراعة الأسطح اللي هي الزراعة من طرفة أو الطاقة الشمسية طاقة متجددة كل ده موجود في مكان واحد وكان التحدي عندنا إن إحنا نعمل المكان ده أو نعمل التجمع ده في قلب منطقة عشوائية ده كان التحدي والتحدي الأكبر إن يتم تحويل مقلب كمامة في الأصل للمجمع البيئي إحنا بايزين نتوقف عن دلنقطة دي ونشوف الموضوع بشكل فعلي عندنا صور هنعرضها دلوقتي للأماكن اللي اتحولت من خلال طبعا مجهوداتكم من خلال الجامعية هنعرضها حيلا حضرتك ما تعلق على الصور دي هو ده الموقع قبل ما نبدأ فيه كان هو شكله الشكل اللي احنا شايفينه تجمعات المخلفات اللي موجودة فيه وبعد كده بدأنا إن إحنا نرفع بقى المخلفات المعدات وإحنا بيدينا كشباب وبعد المخلفات بدأنا إن إحنا نزرع هنا طبعا بنساوي الأرض بس أنتوا كلكم متطوعين إحنا كلنا متفق جامعية بعد الأوقات بنتم إن إحنا بنأجر معدات بنأجر عمالة بنضطر الحاجة زي كده بس كلها على حسابك وإنتوا الشخصية آه ده على حسابنا مفيش أي عائد مدي خالص؟ لا مفيش عائد عائد إيه من وراء إن أنا بلضبش بلضبش حقيقة متاعه عامة لا يعني قصدي بعد كده بعد ما إنتوا عملتوا المشاطات مفيش حاجة مثلا ميبأ فيها بعد كده عائد مدي أكيد في الوقت الحالي إنما أنا عملت المكان ده وعملت الأنشاتها ده تم يجي مثلا حد عايز ننفذ مشروع من المشاريع اللي إحنا بنتكلم عليها أكيد إنما فيه عائد للقائمين عليها هنا طبعا مرحلة تسوية الأرض الموقع اللي إحنا شفناه وبعد كده بدأنا إن إحنا نعمل عملية الزراعة طبعا زراعنا محيط المكان بالأشجار ودي كانت منطقة عملناها أرض خرصانية دي فين المنطقة دي؟ دي منطقة اسمها كوتسيكا جنب المعد أوكي وكانت مهملة وكان فيها قمامة كثيرة البقعة اللي إحنا بنتكلم عليها وهي في الأصل يعني هي منصنفها منطقة عشوائية هنا طبعا مرحلة بقى إن إحنا بنعمل برضو بنحاول إن إحنا كل حاجتنا تبقى بقية ده المكان اللي إحنا هنحط فيه المعدات بعد كده وبعد كده حطينا المعدات هنا مرحلة زراعة الأشجار زراعنا محيط المكان بالكامل بالأشجار إحنا بنحقيقوا الجد على هذا المفهول الإجاري لا أنت لسا ما شوفتش حاجة يعني وهنا طبعا بنغز المكان بالكهرباء عشان المعدات اللي إحنا هنشغلها نحن بصراحة عايزين نشوف الموضوع على أرض الواقع عايزين ننزل فعلا بنفسنا ونشوفها طب هل فيه أي تعاون ما بينكم وما بين الدولة مؤسسات الدولة لأنه يعني يعني اللي بعرفوا أو بسمعوا دايما أنه أما بيكون فيه جماعيات أو مبادرات بتبقى محتاجة موافقات أو تصريحات صح؟ إحنا طبعا معنا الموافقات ومعنا التصريحات وإحنا جماعية مشهرة من 2012 يعني إحنا فيه بعض الشغل اللي نعمله مع وزارة البيئة وكان فيه مبادرة إحنا أطلقناها من مدرسة غير بيئتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ولكن للأسف ما تنفذتش لحد دلوقتي وفيه مبادرة قائمة حاليا تحويل أول منطقة شوية لمدينة خضراء ودي إحنا هننفذها إن شاء الله بالتنسيق مع كلية تخطيط عمراني وكلية فنون طبقية وطبعا هيتم مخبط التنسيق مع الجهات المعنية وزارة الماء المحلية وزارة البيئة الصورة دي تقولين عليها إيه الصورة؟ الصورة دي تجهيز المعدات اللي إحنا بنسمع المعدات اللي بنشتغل بيها كمان يعني آه ده إنتوا يعني مكتفين ذاتين تماما كل المعدات اللي هتشوفوها إحنا اللي عملنا مكابس سيور كل حاجة دي طبعا تصنيع وحدات فصل من المنبع هنا تنفيذ نموذج الصندوق الغاطس إيه الصندوق الغاطس دي؟ صندوق كمامة غاطس تحت الأرض ده بيعالج مشاكل الكمامة المنتشرة بصورة أفقية وعملية النبش اللي بتتم وهنا مرحلة تصنيع سير الفرز نقوى فيه مجهود بيهن كمان كبير أوي هنا مرحلة تصنيع وحدة تجميع المخلفات الجميل بقى الميزة أو الحاجة اللي احنا بنفتخر بيها إن احنا اللي بنعمل كل حاجة بأيدينا احنا اللي بنصنع ده معنى أن انتوا جايبيني ناس متخصصة بقى بتعرفتها طبعا طبعا لتصنيع المجبس احنا معنا هنا لو حالك شوفت أكتر من صورة فيه مهندس سامي برسوم ده رجل استشاري خبرة في تصنيع المعدات المفودي يكون معنا النهاردة التدوير أهل كان المفودي يكون معنا النهاردة لكن الأسف ما قدرش ايه هو خبرة حوالي 40 سنة في مجال تصنيع معدات التدوير وتدوير المخلفات الصلبة بالأخص هنا ده وإحنا بنعمل وحدة البيو جاز وحدة البيو جاز دي بتاخد مخلفات الأكل وتحولها لغاز غاز مثال الغاز ده بنولد منه طاقة حرارية بيتو جاز أو بنولد منه طاقة كهربائية وهنا بنصنع وحدة الكمبوست دي الواحدة دي بتحول مخلفات الأكل لسماد عضوي نقدر نستخدمه في الزراعة يعني لو حطيت في حتة صحراوية هاخد بقية بقية الأكل بتاعتي هزرع جنب أي مشروع بتفكره فيه وبتنفزه من كل الحاجات اللي احنا شفناها في الصور دي بتاخد وقتها قد إيه يعني حديدي بس المشروع البيو جاز مثلا ده في يوم يعني فيه حاجات تاخد يوم وفيه حاجات تاخد وقت طويل احنا قائمين بالجهود الزاتية واحنا يعني بنحاول ان احنا نتدبر بس ممكن حالك تعلق على الصورة دي الصورة دي ده تنفيذ نموذج رفع ميال أبار بالطاقة الشمسية بالنسبة للعطلات المادية لا تعرضنا لها كثير جدا لان طبعا الموضوع بيفتح معنا بطريقة كبيرة وما فيش دخل ما فيش دخل ان احنا نقدر نواجه التحديات اللي موجودة فاحنا بنتعاون من دخلنا عندنا مثلا واحد ما عنده شركة لأ انت لازم تدفع كذا فبليه مش بتحاولوا تتعاونوا مع الدولة تساعدكو شوية فيما يخص الامدادات يعني خلينا بقى نتكلم بصراحة عشان انتوا عمين تقولوا لي الدولة الدولة فانا هطار نتكلم بصراحة الدولة يعني ده زرالي ظروفها بيروكراطية ضخمة جدا احنا وننقدرش نفس حاجة من خلال الدولة موظفين الاحياء او موظفين الافجهات المعنية بالشغل بتاعنا للأسف هم لا يعنيهم بالمرة يعني بالفعل حضرتك عرضت على احد من المسئولين كان فيه محاولات اتقابل بالرفض ولا لا لا اعتقد ان دي حاجات كلنا محتاج لها الشعب المصري كله محتاج لها احنا من 2012 احنا بنترك ابواب للوزرات المختلفة بنترك ابواب الجهات الحكومية المختلفة من 2012 لحد 2014 احنا بنترك الابواب وفي الاخر ما بنعملش حاجة ما بننفس حاجة بنطلع في الاخر مستنزفين ماديا ومستنزفين وقت ومستنزفين مجهود فمن 2014 قلنا ان احنا هنغير الاستراتيجية بتاعتنا لا احنا هنشغل على الارض هنتجه للمجتمع المدني الجامعيات الاهلية هنتجه للكتاع الخاص نشوف لو اي منظمة شركة خاصة عايزة تعمل مشروع والفعل احنا نفذنا مشروع مع احد المراكز التجارية في اسكندرية عملنا لهم منظومة متكاملة لعدة تدوير المخلفات ولكننا نتمنى ان هي تبقى حاجة تبقى بقرار دولة عشان يبقى الموضوع العائد بتاعه تفير سلام من خلال برنامجنا وفرصة ان حضرتك معنا تحب ان انت توجهها للمسؤولين في الدولة ما انا اوجه للمسؤولين ان احنا يعني كفانة استنزاف موارد احنا كفانة استنزاف موارد احنا ربنا وهب مصر كم رهيب وكم هائل من الموارد ولكن للأسف عندنا سوء ادارة لها انت عارف ان السويدة عندها ازمة في موضوع القمامة عايزة تستورد قمامة عشان دولة سويسرة تستورد مخلفاتها من ايطاليا عشان ترجعها لها منتجات تانية لانهم بالفعل عملوا مصانع تدوير على المخلفات اللي عندهم ولما المنتجات اللي بينتجوها من المخلفات بتاعتهم الطلب ذات عليه فاصبح الطلب اعلى الطلب اعلى من الخامل اللي عنده فقط بيضطر ان هو دلوقتي يستورد من بره عشان يغطي طب ليه ما تبعتوش ما تصدروش احنا عندنا ما شاء الله يعني القمامة طب وليه اصدر وما استفادشنا لان انت عندك كميات كبيرة او انا ليه ما استفادش بيه انا عندي كميات كبيرة او ولكن عندي احتياج اكبر على سبيل المثال اقل اضعف الايمان بدل ما انا بروح اشغل مصانع بالفح هشغلها بالزبالة بالقمامة اه جي حقيقة طب انا عايز ارجع للاطفال تاني لان مبادرة الطفل الاخض احنا معنا يا ريت بس لو هنعرض طبعا اهو الاطفال بقلب تشترك قد تنضم في المبادرة طب انا قبل ما ادخل الاطفال بس عشان هما عندهم في كم صورة بالنسبة للنمازج اللي موجودة عشان هي النمازج دي اللي بندرب عليها الاطفال تمام فانا هو عرضنا النمازج اللي موجودة في المجمع قبل ما ندخل في الاطفال وانتو جاتلكوا فكرة الاطفال دي بقى امتا؟ اه ما انا بقول ان هي مرحلة من مراحل مشوار اه شباب عين البيئة لان احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا احنا كشباب او جيل بتاعنا بيواجه صعوبات كبيرة جدا لمواجهة الازمة البيئية اللي احنا كلنا بنعيشها طيب الاطفال بقى اللي بتشارك في المبادرة ابتداء من سن كم؟ احنا عاملينها مقصمينها لثلاث فئات الفئة الاولى من ثلاثة لخمسة وامكن دين مركزين عليها في الفترة الاخيرة اه ده اطفال صغرين خالص اه بنجيبهم الحضانة وعشان خاطر كمان اهيئهم لموضوع ان هو يدخل على حاجات بيئية انا بعمله الاول فقرات فنية وطرفهية برضو بالتعاون مع مجموعة شباب حلوين اسمهم مساحة فن الشباب برضو عشان يبدأ ينجذب للمبادرة ويكمل فيها لا هو اشياء اب الزبت احنا عندنا مساحة بتستهدفوا فئة اجتماعية معينة ولا احنا شغلين على المنطقة العشوائية اللي عندنا لان احنا قلنا دلوقتي موضوع الثقافة البيئية هي فقيرة في بعض الاحياء الفقيرة لا فقيرة في بعض المستويات ايه صح فقيرة فكريا يعني ومنعدمة في المستويات اخرى صح فهي منعدمة في المناطق العشوائية فبالتالي قدرنا قررنا ان احنا نركز شغلنا البيئي ايه في المناطق العشوائية نعمل مبادرة باية في المناطق العشوائية فالاستجابة بقى كانت ايه احنا الحمد لله ان الاستجابة انا بص يعني كمة السعادة عندنا لما نلاقي طفل صغير وإحنا بحط لهم البساكت بتاعة الفصلة وشوفنا هنشوف الصورة الأزرق والأخضر والأصفر كل حاجة كل حاجة بلولوا لها الصنف بتاعها إحنا قبلها بنقعد معاهم ونحط المخلفات على الأرض وبيرضوا في الصور الموجودة ونشرح لهم ده إيه وده إيه وده يتحط فين وده يتحط فين وبعد كده بتوقفيهم طابور تعملونهم مسابقة في الآخر كل واحد بيمسك حاجة يعني هم متفعلين ما كانش فينهم من المقاومة أو رفض جداً جداً أنا الطفل يعني أنا عايز أقول لك إحنا مفسدين واحد شغالين مع الأطفال في استجابة في إبداع في ابتكار بس الاستجابة أكتر على المستوى الفكري ولا العملي يعني هم ما يقدروا يعملوا حاجات بأيديهم بيستجيبوا أكتر ولا أنكم بتدوهم معلومات أو بتفهمهم حاجات لا لا يعمل بأيدي بس يعني موضوع التوعية العملية موضوع التوعية العملية هو أسهل طريقة للتوعية على كل المراحل السنية مش لأطفال بس يعني أنا ما أجيب الطفل وأدي له فرشة وأدي له ألوان وأجيب له إزازة بلاستيك قديمة وأقول له إرسم أي حاجة ويأخذها معه وماشي نشوف فرضه في الصور ويبقى فرحان واخدها معه وماشي وهيروح يبدأ عليها أنا متأكد أنا متأكد أنه هو يأخذها ويبتكر ويبدأ عليها في مشروع اللي هو من مدرستي هغير بيتي كنت قلت أنه هو متأخر شوية أو فيه تأخير أو فيهش استجابة لتنفيذ وليه السبب المبادرة بدأت مع بداية بداية العام الدراسي وبعتنا بالفعل لوزارة التربية والتعليم ولكن السؤال يوجه لوزارة التربية والتعليم طيب يعني آخر سؤال بقى لفقرتنا حضرتك يعني إيه اللي جاي إيه المشاريع القادمة لك أو إيه الخطوات القادمة اللي هتتخذوها المشاريع اللي قادمة إن إحنا فعلا نخرج الكلام اللي إحنا بنقوله ده مجرد إن هي أنشطة بنضرب عليها للشباب والأطفال لمشاريع فعلا تقدر دخل على القائمين عليها إحنا دروقتي عندنا مشروع ترى الخضرة ترى الخضرة هي منطقة شوائية وده مشروع تحويل أول منطقة شوائية لمدينة خضراء هيتم فيها زراعة الأسطح هيتم فيها تدوير المخلفات هيتم فيها تطوير الشوارع وتنظيفها وتشجيرها وكل الكلام ده بتتعاون مع وزارة تخطيط العمران آسف كلية تخطيط العمراني وكلية فنون التطبيقية وبهيتم بتنسيق مع الجهة المعنية زي ما قلنا في الأول اللي هي وزارة المال المحلية وزارة البيئة محافظة القاهرة علشان نخرب بمشروع فعلا يحتزى به وينتشر في بقية المناطق العشوائية احنا بنشكر حضرتك جدا طبعا على وجودك معينا وعلى المجهودات والمشروعات العظيمة اللي بتقوم بيها وكل اللي معيك طبعا لأنكم متطوعين وأنا بقولها المرة التانية متطوعين بدون أي مقابل مدي ويريد تكمله ومزيد من التطوير والنجاح احنا مش متطوعين يعني مش عايزين نقول متطوعين احنا بنقدي واجبنا نهية بلدنا احنا بنشكرك طبعا شكرا جزيلا بنحقيك على هذا الشعور برضو الوطني ونتمنى ان يكون بقى يعني القينات ضوء برضو على المبادرة الجميلة دي بقى فيه تعاون ما بين الدولة ما بين هذه المبادرة الجميلة وان احنا عندنا طاقات لازم نستفيد منها مشاهزين اه اه اطف استاذ احمد معوض مؤسس مبادرة الطفل الاخدر نورتنا شكرا بنشكرك شكرا جزيلا وصباح الورد